واحد كتب لي تعليق حال انستجرام يقول سبحان الله شايفين الشحط المصري الملحد ورغم ذلك ربنا رزقه بواحدة مطيعة ومؤدبة وكويسة وبعدين بيتكلم عن نفسه بيقول وانا واحد زي طيب ومؤمن وبحاول ارضي ربنا ومش عارب بتتكلم بقى عن حياته صعبة زي بكل الكلام دي بوص يا معلم انا عمتا عملت فيديو اللبن عشان الناس سألت نعمله يعني انا مرة اللبن هو الحليب ذكرت كده بسرعة ان اللبن مش كويس يعني انا ما بشربش لبن بشرب بروتين مش زي وزي اللبن لو انت عارف البروتين بتعمل ازاي بتعمله حاجة اسمها cold filtration او cross micro filtration وبيتشل منه اللاكتوز اللي هو في معظم اضرار الحليب بس انا دقاريت الكومنتز على الفيديو ده كمية الشتين بالام ومشكلة ان انا امي يعني امي متدينة جدا على فكرة وتشوف الفيديوهات دي وبتشوف كل الشتين بتاعتكم انا عارف هتقولولي كابتن فكك من الناس دي لما تقول فكك من الناس دي وفككمنه فعلا من الناس دي في الاخر انا كده ما بعلمش حد حاجة وانا هدفي اكبر من كمال اجسام بس انا هدفي ان انا احاول اعلم الشعب بتاعنا حاجة او الجنس العربي كله بتاعنا مش مصريين بس الجنس العربي كله احاول اعلمه على قد مقدر زي ما ربنا رزقني في النعمة الحمد الحياة اللي انا فيها الحمد الله فانا بحاول قدي على قد مقدر وكتبت له تعليق قلت له اللي انت مش عاوز تفهمه ان انت فكرة ان انت اصلا بتقول شحط وملحد ملحد ملحد ازاي وانا اسمي محمود يعني وبعدين انا عملت اصلا فيديو كاتب فيه هو الدرة ملحد وبعدين بشرح فيه ان بالعكس انا الحمد لله علاقتي مع ربنا قوية جدا بس ما بحبش اتكلم عليها قدام الناس حاجة انا حر وبعدين حتى كان فيه فيديو قبل كده مراتي ويا بتتكلم علي الصيام تفاهم بس انا برضو ايه قلت لها متجيبيش سيرة الكلام ده على الفيديو يعني انا هدفي للوطن العربي كله مش مثلا مسلمين فقط لا عرب فكل الاديان وكل الناس اللي في الشرق الاوسط عشان كده بعمل فيديوهات بالعربي فقلت له بص انت ربنا هيرزقك على نيتك على اللي جوه هنا فانا اصلا لما جاي بعمل فيديو اللبن انا احعمله في نيتي اللي هو انا بفكر ده حيساعد الناس وفعلا كان فيه كذا تعليق بيقول كابتن تكلمك صح انا لما وقفت حليب او قلبان اطاعت قلبان الحبوب اللي في ظهري كلها راحت ماشي لو انت بتشرب لبن وصحتك ما حصلهاش حاجة حظك حلو قول الحمد لله ما تشتبنيش وتقولك والصمك بتكتب لي كده بالزبط يعني فهم ليه يا ابن نقزيتك في حاجة يعني ماشي فالفكرة كلها ان لو عاوزين بجد ربنا يبقى معاكو ماشي خلي نيتك كويسة يعني مهما الكومنتات الشتائم انا برضو هفضل اعمل فيديوهات احاول افيد بيها الناس على قد مقدر والناس بتقولها ثقتي على فكرة ثقتي في نفسي اه انا عارف انا ثقتي في نفسي علي قوي جاية لان انا عارف ان انا بني ادم كويس مفيش عضمة وحشة في جسمي انا في شركات كانوا عاوزين يعملولي سبونسر اه ما روحتش معاهم لان اعارف ان البضاعة بتاعتها اللي بيبعتوها الشرق الاوسط مش نفس البضاعة اللي بيبيعوها هنا وما قدرش انا اعمل حاجة زي كده ما قدرش انا اقول للفانز اللي انا عارف الفانز بيسقوا فيا او على اقل موظمهم او ما عارفش النسبة منهم ما قدرش اقول لحتى لو نسبة قليلة جدا ما قدرش اقول للنسبة دي تروح تاخد من حاجة وانا عارف ان هي مش كويسة يا ريت يا جماعة بس يعني الرسالة بتاعت الفيديو ايه لو انت بني قدم كويس ما تحكمش على غيرك الحقيقة حترد لك نفس الحاجة اللي انت بتطلعوا من نفسك حيرجع لك تاني يعني انا عمري مهما شفت الكومنت عمل باعمل بلوك على طول على فكرة دلوقتي يعني بجد بركة يختار على ضرور البلوك كده زمان كنت برد كتير دلوقتي لو حتشوفوا لما باجي بنزل فيديو برد في اول ساعة اول ساعة ونص ساعتين ببقى انا قاعد على التعليقات وبتفرج عليها وبرد على قد ما قدر بعد كده طبعا خلاص ما بيقاش عندي وقت ما بردش خالص بس ساعات بزور كده مثلا بعد يوم يعني النهار ده مثلا نزلت فيديو اللبن من كذا ساعة جيت اشوف الكومنتات ايه ده في ايه حتى الادمن بتاع صفحة الفيسبوك قال لي اضرر انا عملت بلوك الناس كتير قوي عملا تشتم فيك فيديو لبن فيديو عن اضرار اللبن هستفيد ايه هستفيد ايه لما انا اصلا باكن لحوم اساسا طيب وبتكلم عن الحليب بعدين واحد بيقول لي طب ما انت بتاكن لحمة هو انا بتكلم عن اللحمة يا جماعة انتم ما بتفكروش يا جماعة انت ما بتستخدمش مخك اكني مثلا بقولك الطيارة خطر بس مش انت بتسوق عربيات ايه بكلمك عالطيارات اقولك مثلا السكاي دايفينج اللي هو انطب البراشوت من الطيارة خطر تقول انت ايه اللي استنى استنى مش انت بتركب متسيكلات اجا اقول حاجة وتعليقات اصلا بتبقى حاجة تانية خالص بعدين الناس اللي كتبت احاديث دينية عشان تعرف بس اللبن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيشرب لبن معيز بس عشان تفهم يعني يعني خش اعمل لك كده بحث تلاتين ثانية تلاتين ثانية على الجوجل طب اللي بيشتمني بيقول لي الوي بروتين خش يا عام اشوف الوي بروتين بتعمل ازاي انا اصلا معنديش شركتي اساسا ما فيهاش وي بروتين اصلا عشان اعمل له ماركتنج اساسا يعني فمش فرقة رح تفرح معايا ايه فالرد للشخص دا ادي الكمنت هو بتاعه بجد عاوز تكسب في الدنيا والاخرى برضو خليك بني ادم كويس بس دا فيديو النهاردة لو الدنيا لو انتو كلكو قلبتوا علي والله ما هتفرق لانا عارف بتبقى واثق قوي من نفسك لما بتبقى عارف ان ربنا معاك بس بجد عارف مش متردد لأ اللي هو عارف 100% مترددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد